موسيقى الوساطة تبحث مع حمدوك استئناف التفاوض مع الحلو موسيقى فرض حظر التجوال في مدينتي بورتسودان وسواكن لدواع أمنية موسيقى وزارة الصناعة والتجارة تؤكد على أهمية التعاون مع جنوب السودان موسيقى نشرة أحداث السودان أهلا ومرحبا بكم تصدف مدينة جبل أربعاء القادم ورشة عمل بمشاركة خبراء من السودان وشركاء السلام للتحضير لاستئناف الحوار بين الحكومة والحركة الشعبية جناع عبدالعزيز الحلو هذا وتسلم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك مصفوفة اتفاق السلام بين الحكومة والجبهة الثورية وحركة جيش وتحرير السودان عقب عملية التسليم قال رئيس فريق الوساطة تود قلواك إنه بحث مع رئيس الوزراء بدء تنفيذ اتفاق السلام وفقا للجداول الزمنية المتفق عليها حسب بنود الاتفاق كما نقش اللقاء أيضا كيفية استئناف الحوار بين الحكومة والحلو أكد رئيس وفد مقدمة الجبهة الثورية ياسر عرمان إن اتفاق السلام الذي جرى توقعه في جبا يعد مكسبا لكل أهل السودان هذا أشار عرمان الذي كان يخاطب لقاء جماهريا في الجنينة بغرب دارفور إلى أن الاتفاق يعلي من قيم المواطنة في الحقوق لكل السودانيين على حد وصفه كما وجه رسالة لأهل الشرق ووصف ما يحدث هناك بأنه أمر مؤسف ومؤلم وأعلن عن مؤتمر لتكملة ما اسمه بالسلام بشرق السودان وعن الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد أكد عرمان أن الحل يكمن في تنمية الريف بعيدا عن الحلول الآلية وفي سياق متصل بالأحداث التي تجري تحدث في شرق السودان أعلنت اللجنة الأمنية لولاية البحر الأحمر عن فرض حضر التجوال في عاصمة الولاية بورسودان ومدينة سواكن وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء مع ورود أنباء عن وقوع قتل وجرحة في اشتباكات دامية وقعت صباحا اليوم في سواكن وقالت اللجنة في تعميم صحفي إن حضر التجوال سيكون من الساعة الثانية عشر منتصف النهار وحتى الساعة الرابعة صباحا ويأتي حضر التجوال نسبة للأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تشهدها ولاية البحر الأحمر في سياق المنفصل عقدت وزارة العدل جلسة تشاور اسفريا مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية الذي تعتزم وزارة العدل إصداره وهدف الاجتماع الذي جاء بمشاركة فريق من وزارة العدل برئاسة وكيل الوزارة سهام عثمان إلى عرض ومناقشة مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية بالتركيز على توضيح اللبس بين قانون مفوضية العدالة الانتقالية وقانون العدالة الانتقالية أكدت وزارة العدل حرصها على الاستمرار في النهج التشاركي باستصحاب المختصين وأصحاب الشأن في صياغة القواني بدأ الرئيس التنفيذي للآلية الافريقية لمراجعة النظراء أيدي مالوكا زيارة للسودان تستغرق ثلاثة أيام وقال مالوكا في تصريحات له إن برنامج زيارته للخرطوم يشمل عدة لقاءات مع المسؤولين في الخرطوم على رأسهم رئيس الوزراء عبدالله حمدوب وتعنى الآلية بالديمقراطية وبالحوكمة السياسية والحوكمة الاقتصادية والتنمية وسيناقش الرئيس التنفيذي للآلية مع الجانب السوداني الجهود المبذولة لتنفيذ برنامج وخطط آلية مراجعة النظراء أمين التنفيذي للآلية الافريقية لمراجعة النظراء في زيارة هامة إلى البلاد ويستغرق بعض الأيام يلتقي فيها بالسيد رئيس الوزراء وقيادات الدولة قال ممثل وزير شؤون الدينية والأوقاف حبيب الله إبراهيم إن الوزارة حريصة على ترسيخ مفاهيم الوسطية والدعوة للتسامح ونبد العنف جاء ذلك في كلمته أمام ورشة حول ظاهرة التطرف عقدت بمدينة الفولة بغرب كردفان هذا وأمن مشاركون في الورشة على ضرورة البعد عن العنف والغلو والنزاعات القبلية ودعوا إلى تقبل الآخر ونشد الأمين العام لحكومة غرب كردفان أحمد آدم الضو نشد القيادات المجتمعية لتعزيز روح التسامح أعلن وزير الصحة الاتحادي أسامة أحمد عبد الرحيم إرسال أدوية ومعدات إلى ولاية غرب دارفور لمقابلة حالات الإصابة بالحمة وصل وزير الصحة ومدير منظمة الصحة العالمية النعمة عابد إلى الولاية للوقوف ميدانيا على أثر ارتفاع حالات الإصابة بالحميات وقال والي غرب دارفور محمد عبدالله الدومة إن التقارير أكدت انتشار الشيكونغونيا والملاريا وحالات قليلة من التايفويد في الولاية هذا وأكد الدومة أن الولاية تحتاج إلى تدخلات مستمرة وعاجلة لمجابهة الحميات أعلن المدير العام لوزارة الصحة في الولاية الشمالية أبو ذر محمد علي أعلن عن وفاة 63 شخصا بمرض الحمى بالولاية وإصابت نحو 1500 شخص بالحميات وأشار في مؤتمر صحفي إلى أن هذا المرض لا ينتقل عبر البعوث كما يعتقد الناس من جانبه كشف المدير العام لوزارة الإنتاج والمواردة الاقتصادية بالولاية الشمالية عن نفوق وإجهاض عدد كبير من الحيوانات بسبب هذه الحميات خصصت وزارة الصحة الاتحادية أجهزة فحص معملي للمستشفيات بالولاية الشمالية وذلك لرفع قدرات المرافق الصحية في الفحص والتشخيص للحميات التي أصابت أعداداً كبيرة من مواطني بعض المحليات بالولاية وشمل توزيع المعينات وفقاً لتصديق الصحة الاتحادية محليات ضونغولا ونوري وزومة وكريمة وأمري التضامن وكورتي وذلك وفقاً لحاجة هذه المحليات وصل إذن إلى ولاية شرق دارفور وفد من منظمة الصحة العالمية في زيارة تفقدية لشرق دارفور بغرض مراقبة اتجاهات الأمراض ومكافحة مرض الملاريا وعقد الوفد اجتماعاً مع مسؤولي الرعاية الصحية الأساسية وممثل الصحة العالمية بالولاية هذا وبحث الاجتماع ووضع خطة لتلبية حاجة شرق دارفور من الأدوية وتطرق إلى حاجة الولاية إلى أدوية الملاريا من حيث المخزون الاستراتيجي إلى جانب الطرق التوزيع ورفع التقارير الطبية الدورية في الجوانب الصحية أعلن الهلال الأحمر السوداني عن برنامج لإصحاح البيئة بولاية الجزيرة بمشاركة نحو 30 ألف متطوع والتقى رئيس جمعية الهلال الأحمر السوداني بالولاية أسامة طلحة بوالي الجزيرة عبدالله الكنين وبحث اللقاء الأثار الجانبية لفيضانات والسيول وتعزيز جهود وزارة الصحة لدرء آثار الخريف تسلم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك مذكرة من مديري 24 جامع حكومية تطالب بمعالجة مرتبات أساتذة الجامعات وأكد رئيس الوزراء على حرص الحكومة الانتقالية في تحسين وضع الجامعات بما يضمن استقرارات تحصيل الأكاديمي والعملية التعليمية في الجامعة السودانية وأشارت مديرة جامعة الخرطوم فدوى عبدالرحمن في تصريح صحفي لها أن اللقاء بحث قضية تأخر مرتبات الأساتذة والعملين بالجامعات والحلول الممكنة أن هناك متربصين بالثورة وبالحكومة الانتقالية يحاولون الاصطياد في الماء العكر فلذلك نريد معالجة هذه المسألة لنضمن الاستقرار للحكومة في الجامعات الحكومية وكي لا تبدأ مسلسل إضرابات في الجامعات أعلنت وزارة التربية والتعليم أعلنت تمسكها بمجانية التعليم والكتاب المدرسي والوجبة المدرسية لتلاميذ الأساس ومنع فرض أي رسوم دراسية بالمدارس الحكومية هذا وأوضح مدير المكتب التنفيذي بالوزارة سامي الباقر أن الموازنة العامة للدولة تضمنت بنودا لمضاعفة الصرف على التعليم وضمان مجانيته وبشأن الكتاب المدرسي أكد الباقر أن الوزارة أسندت طباعته لشركة مطابع السودان للعملة باعتبارها شركة حكومية مملوكة لوزارة المالية وبنك السودان على أن تقوم وزارة المالية بسداد قيمة الكتب المطبوعة قررت إدارة جامعة الجزيرة معاملة طلاب الدراسات العليا من دولة جنوب السودان بالجامعة معاملة الطلاب السوداني وبحسب القرار الذي أصدره مدير الجامعة محمد طه يوسف فإن الخطوة تأتي انطلاقا من روح العلاقات التاريخية الراسخة بين الدولتين على صعيد آخر أعلنت إدارة الجامعة في بيان لها أنها ظلت على اتصال مع صندوق رعاية الطلاب لتوفير الاحتياجات الضرورية للطلاب قبل استئناف الجراسة وإشراك الطلاب في وضع الحلول للقضايا التي تهم الجامعة في سياق منفصل أكد وزير الخارجية المكلف عمر جمر الدين إسماعيل أكد على أهمية تعزيز اللغات الأفريقية التي تعتبر عاملا للتماسك والتضامن من أجل تحقيق التكامل وفي كلمته أمام المجلس التنفيذي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي الذي انعقد إسفرية أوضح جمر الدين أوضح على أهمية إدراج اللغات الأفريقية في المنهج المدرسية ورفع الوعي بالموسوعة الأفريقية وتشجيع كتابة التاريخ الأفريقي لكل دولة وترجمته للغات الأفريقية التي تعتبر عاملا للتماسك والتضامن من أجل تحقيق التكامل يفتتح مهرجان أيام السينما الأفريقية أو يفتتح أعماله في الخرطوم في الثالث والعشرين من الشهر الجاري ويستمر لأسبوع ويشهد المهرجان عروضا لأفلام من سبع دول أفريقية وعربية يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه الخرطوم العاصمة عودة متدرجة لمظاهر النشاط الثقافي والفني عقب الركود الذي فرضته جائحة كورونا واستأنفت معتاحف ومعارض تشكيلية ومنتديات نشاطة مع مراعاة التدابير الوقائية التي تنص عليها السلطة وأعادت الحفلات الجماهيرية للمطربين بعد غياب دام أكثر من خمسة أشهر إذن وفي متابعة الأخيرة قرر والي ولاد سمار فرض حظر التجوال داخل منطقة سيروى بمحلية أبو حجار من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا هذا وأكد الوالي أن حكومته لن تتوانى في تطبيق بنود القانون في حق كل من يحاول العبث بالسلم والأمن المجتمعي ولمتابعة تطورات الأوضاع في سننار معنا عبر الهاتف الأستاذ الماحي محمد سليمان ولي ولاية سننار سيد الوالي أهلا ومرحبا بك كيف هي الأوضاع الآن في سننار وعليكم السلام ورحمة الله الإجزاء السنة 24 شكرا لكم لإهتمامكم الأوضاع في سننار الآن هادئة في ذرس الأجتب الأمنية والعسلية مشكودات في تهديئات الأحوال والأوضاع يعني إحنا عشان نحافظ عليها أرواح المقصيم من الطرفين عشان ما يحدش استفلتسات أمنية والاعتداءات وتتكرر الحادث ذات سبب المشكلة أنها منحلة سواء مرة رأينا أنه نهرة تحضر التجوء ما هو السبب سيد الوالي لو سمحت تعذرني على المقاطع ما هو السبب لهذه المشكلة المشكلة التي يريد أن تبلي خمس شهور كلها أتوأل أنا أت هذا التكليف النزاع في خطة إسكانية موضوع في تلك المنطقة أتى أحد أخاص يريد أن يريد سور اعترضوه مجموعة من الآخر من سير الجنوب اعترضوه مجموعة من سير الشمات وبعد ذلك حدث الاشتباك وإلازة كل صدق لكبيسته اللي هو أي سير دي دي ما سير جعلين وفيها كبيرتين قاعدة فكل ذلك لذلك كبيسته وفي ذلك الدولة المدائرة يتحتكم للغانون ونحن دارينا الزوء على الأيين بلوز الغانون يعني كان في فترة تابعة عندما كان في طعفة للغوالين أن الزوء بلوز يضحفه إلى الكبيلة فدارينا الناس تلوز إلى الغانون فاتطورت المشكلة كما فيها قتلوا حريق لبيوت وأروح إلى أهل سير الشمال لمدينة سينجا أغاموا بتاهلية خمسة شهور وبجرت لجان الصلح من جارات الأهلية لهم التحية مجهودات كبارة لأنه أصلح بين الطرفين لكن التمترس كل طرف حول لمطالبه نحن أضعينا في حقومة بلوز الأمنية إنه نطبق إجراءات الغانون ونقصد حيبة التولى وفي غير سلوك ما يقفلنا باب الصلح ومشن في مسائرين متى ما الناس تطالعوا ونوقف الإجراءات الغانونية لكن نحن ماشينا في مسائر تطبق الغانون لتراثة اللي برضو متحرك في إنجاز حل هذه المشكلة التي كانت تغطر فيها جرحة وفيها تهجير بناس وحرك لمنازلهم وأهل سيلو دي شمال أعطوا لمنازلهم ومعجرة كانوا يقوموا بتأخذية الطلاب الطلاب دائرين ينزلوا في الجامعة وفروط أن يكونوا بتأخذيتهم قاطعة فطلبنا من أهل سيلو الشمال إنه يخلو رئينا التأخذية لكن بعد كنا اليوم نقمشوا أي حتة ومن فضل يرجعوا بيوتهم لما نعلمنا إنهم راجعين بيوتهم أهل سيلو الغوال ومعجرة أن يوفر الحماية للناس وإجراءات التغاضي والمعشة يعني والمثل السوق في الحال تقول له انتهامات النفات وخبال الغاغات والثلاث فالإجراءات المعشة لكن نحن رأينا إنه نحو بعد هالسيل الرجوع الوضع يستغم بثير جنوب وبدأ ترفيهو يعني اهتشاك كده على رأس إنه النازل ما يجيبوه الراجعين هنا وكده يعني نعم نحن رأينا إنه أي مواطن من حقه إرجع بيته لو في جلتان عنده معهم مشكلة يستيقوه في الغانون يأخذ حقه عن طريق الغانون لكن برطب آآ أجانهم جو نحن بنواجبنا كدولة إنه شرية والحماية آآ حدث استباكات صراحة اليوم بياناتهم الاثنين آآ أصيبوا فيها أربعة من سير الشماء الجنوب نين من سير الشمال واحد من القوات المسلحة آآ نحن خوفا من انتفاقهم والأوضاع أعلننا حضر التجول من سيطة ميزة آآ صراحا الغواق المسلحة موجودة آآ غواق الشرطة موجودة أبي تراغب على الأوضاعا عن كسب لكن خوفنا من التعطرات آآ في الليل بالليل والاهتداء تتكرر حتى على انك اعلننا حضر التجول والمنطقة دي محافظة على أرواح الناسات الطرفين يعني نعم أنا أشكرك جزيلا شكر سيد والي ولاية سننار كنت مياع عبر الهاتف الأستاذ الماحي الماحي محمد سليمان حدثنا عن الأوضاع في ولاية سننار ونتمنى أن تهدأ الأوضاع سريعا في ولاية سننار شكرا جزيلا راسل قصير من بعده تتابعون أخبار الاقتصاد ابقوا معنا اشتركوا في القناة